هل لكم تابعتم الاقتتال اللي تم قبل ثلاثة أيام وربع أيام في ليبيا وأدى إلى مقتل خمسة وخمسين ليبي وجرح أكثر من مئة وستة واربعين واحد في الواقع يقولوا الآن أن الجرحى في حدود مئتين شخص هل تعرفون أن السبب الرئيس سينتاو هو آمر هذا اللي يسموه آمر رفوج أربعمائة وربع وربعين هو جناح روسي وقوات الضرع اللي راح تعتقلوا هي ضد الجرح الروسي لأن روسيا مع حفتر في ليبيا ولكن عندما ضعوا في حفتر عادت روسيا لتنظم نفسها بشكل مختلف في ليبيا فمشات مع هذا اللي يسموه حمزة اللي يرأس الفوج أربعمائة وربع وربعين واللي هو من سوق الجمعة وأنا هذه الأحياء كلها نعرفها في ليبيا في سوق الجمعة في ترابلوس وأصبح ذو قوة هائلة ويسيطر على أماكن معتبرة داخل العاصمة وفي الجوار الغربي واضح أن الروس خركوه في لحظة خلط الأوراق ماذا داروا الروس؟ في نفس الوقت الانقلاب بالنسبة لهم في النيجر يتقربون من الانقلابيين وأربعون مساعدهم في الانقلاب خاصة جماعة فاغنر الأمر الثاني حركوا فاغنر والجيش المالي لتسيطر على مقارات المينيسمو اللي هي مقارات الأمم المتحدة اللي تركتها خاصة هذا المقر لقرب مدينة بيرو اللي قع حوله قتال ورأي السيطر عليه فاغنر والجيش المالي بعد القصف بالطائرات إلى آخره وهو محركوا في ليبيا بمعنى أن وهذه البلدان في ثلاثة محيطة بالجزائر بالمناسبة الجزائر اللي بكل أسف شنقريحه شخصيا هو اللي سمح لفاغنر بالدخول خلينا نذكركم وندلكم تذكير للذاكرة وكان هذا في أكتوبر بعد ما سبهم سيدهم ماكرون راحوا جابوا هادون موسيقى هادون لما ماكرون سب الكمشة العسكرية اللي عندنا بعد ما ازعجوه في بعض الملفات أقدم شنق على قضيتين كان الروس طالبين منه باش يدخلوا جماعة فاغنر لأنه على الطريق الوحيد باش يوصلوا إلى باماكو لازم يمروا عبر الجزائر وكانت الجزائر تقول لهم لا خايفة من الفرنسيس والأمريكانية غضبوا إلى آخره بعد سبهم ماكرون وقال باللي تبون راح عالق ما بين الجنيرالات إلى آخر إلى آخر تعرفوا القصة ثلاثين سبتمبر 2021 وواحد أكتوبر 2021 خرجت في لوموند في الثنين أكتوبر 2021 اللي ما نريد أن يبحث عنها جارت لوموند فرنسية داروا أمرين اثنين الأمر الأول سمحوا لي فاغنر للدخول وقالوا السواح روس جاءوا لتامر راست وكما تشوفوهم تقريبا في السن انتاحهم كلهم تحسما بين ثلاثين سنة وخمسين سنة ننسوا الرجال والأمر الثاني أطاحوا بقايد الجنرال محمد قايد اللي هو رئيس الجناح الغربي الآن فاغنر هدون رام خالقين مشكلة حقيقية لأنهم خرقوا اتفاق الجزائر اللي يقول بأن الأزوات سكان شمال مالي ويسمون بالأزوات يبقوا في مناطقهم والجيش المالي يبقى في مناطقهم وهذه الثكنات التعلمينيسمو اللي راهي هربت من مالي الآن بعد انطردتها الحكومة المالية المفروض يقع حولها اتفاق المينيسمو هربت بدون أن تسلمها لأي كان فطبعا فاغنر والجيش المالي زحفوا على هذه المقرات من هذا المقر اللي في بير وأدى ذلك إلى مقتل إلى مقتل عدد من السكان الأزوات حسب ما جاء في احدى المواقع تومبوكتو مقتل سبعة مدنيين واعتقال ساعة آخرين بواسطة فاغنر في بير وهذه من مؤسسة النهضة الإعلانية كشفت مصادر محلية مطلعة في منطقة بير تابع لولاية تومبوكتو أن حصيلة انتهاكات مرتزقة فاغنر منذ وصولها إلى المدينة في 13 أغسطس أي قبل خمسة أيام وصلت إلى مقتل سبعة مدنيين واعتقال ساعة آخرين بدون أي مبررات أو أسباب معروفة هذا الكلام كان نشره اليوم